صديقاتي أصدقائي أينما كنتم سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته شكرا لكم على التجاوب على التفاعل على التعاليق شكرا على طيبي الإصغاء وجميل المتبع فقد الرئيس ديالووفت الجزائري بالمؤتمر دياللجنة 24 المنعقدة حاليا في سينت لوسيا نادر العرباوي فقد الأصاب ديالو تهجم على نائبة رئيسة جهة الدخل والدهب سيدة غلبهية خلال الكلمات الأولى لها وهي تلقي خطابها في هذه اللجنة وذلك لسبب واحد كونها تطرقت إلى حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر وردا على محاولة الترهيب هاته وتفنيدا لأكاديب واستفزازات السفير الجزائري الممثل لدى الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية قام السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال بإعادة العمور إلى نصبها بطريقة راقية جدا من خلال فضح أكاديب ومزاعم الدبلوماسية الجزائرية أكاديب ومزاعم الدبلوماسية الجزائرية ودعوة المشاركين في المؤتمر ليكونوا شهودا على الهجوم البائس على السيدة غلة وقال السيد هلال بداية السفير أو السيد السفير لقد ضيعت فرصة التزام الصمت وأخفقت في مشاركتك الأولى في الجنة 24 وتبع عمر هلال قائلا تسأل السيدة غالة من تمثل سأخبرك بذلك إنها تمثل مئات الألاف من مواطني الصحراء المتشبتين بمغربيتهم كما أنها تمثل عشرين ألف صحراوي من النساء والرجال والأطفال وأبناء العمومة والإخوة والأمهات الذين يتعرضون للاحتجاز في بلدك في مخيمات تندوف وأكد السفير عمر هلال أنه إذا كانت الجزائر لا ترغب في أن يتم ذكرها فما عليك إلا أن تحرر هؤلاء السكان وتسمح لهم بالعودة إلى ديارهم الأم وغياء المغرب ومن خلال مساءلة السفير الجزائري بشكل مباشر من طرف سيد عمر هلال أمام جميع المشاركين قال إنما قمت به السيد ممثل الدبلوماسي الجزائرية يسمى الإرهاب الفكري كما اعتدت على القيام به دوما أينما هدى بهبت أينما ذهبت وبعد أن فند عمر هلال أكاديب الدبلوماسي الجزائري بشأن ما يسمى بوضع المراقب لبلاده حول ملف الصحراء المغربية قال السفير عمر هلال إن الأمر يتعلق مرة أخرى بخبر كاذب لأن الجزائر طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي المفتعل كما أعلنت عن ذلك بنفسها على الدوام ومضى صيد السفير المغربي عمر هلال قائلا أود أن أعود بك إلى التاريخ إن كنت مهتما بتاريخ بلدك أو كنت تجهل تاريخ ديبلوماسيتها ففي رسالة موجهة من ممثل بلادك الدائم في نيويورك مؤرخة في 19 نوفمبر 1975 المجلس الأمم كتب فيها بوضوح أنه بالإضافة إلى إسبانيا بصفتها سلطة إدارية فإن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء الغربية هي الجزائر والمغرب وموريتانيا ولم تكن الجزائر في ذلك الوقت تذكر حتى ما يسمى بالبوليساريو وتهزيزا لحججه واجه السيد هلال الدبلوماسية للجزائرية بأدلة دامغة تدل على المسؤولية الرئيسية للجزائر قائلا تقولون أنكم لستم طرفا فلماذا تمويلون البوليساريو؟ تقولون أنكم لستم طرفا لماذا تسلحون البوليساريو؟ تقولون أنكم لستم طرفا لماذا تتفاوضون باسم البوليساريو؟ تقولون أنكم لستم طرفا لماذا تقومون بحملة دبلوماسية وسياسية لصالح البوليساريو؟ تقولون أنكم لستم طرفا لماذا استدعيتم سفيركم من مدريد؟ لأنها اتخذت موقفا من مبادرة الحكم الذاتي تقولون أنكم لستم طرفا لماذا تقومون باتخاذ مواقف من كل دولة تغير موقفها حول الصحراء المغربية من حرب في أمغالا أليس الجنود الجزائريون الذين تم أسرهم من اقترح تقسيم الصحراء المغربية أليست الجزائر لماذا أغلقتم الحدود المغربية الجزائرية وتشترطون فتحها مقابل قضية الصحراء إنها الحدود الوحيدة المغلقة في العالم بين بلدين شقيقين عربيين ومسلمين يتحدثان اللغة نفسها هذه هي الحجاج القاطعة التي تدل على كونكم طرفا معنيا وليس مراقبا كما تدعون وتصحيحا لمعلومات السفير الجزائري خطبه السيد هلال قائلا إنه لا يعرف حتى تواريخ المعارك التي خسرتها الجزائر في الصحراء بما في ذلك معركة أمغالا التي وقعت سنة 1976 وليس في عام 1963 كما ذكر ممتل الجزائر لدى الأمم المتحدة أو كما زعم بالأحراء مضيفا أن القواك المسلحة الملكية أسرت حينئذ أكثر من مائة جند جزائري وسلمتهم بعد ذلك إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أعادتهم بدورها إلى الجزائر وشدد على أن ذلك يشكل دليلا قاطعا آخر على أن التورط المباشر للجزائر في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وأسهب السيد هلال في سرد الأدلة على تورط الجزائر في قضية الصحراء المغربية مذكرا بأنه في عمل غير إنساني طردت الجزائر غدات المسيرة الخضراء 35 ألف مغربي وفصلت الأطفال عن أمهاتهم وأبائهم قبل أن يختم السفير المغربي مستنكرا وفصلت الأطفال عن أمهاتهم وأبائهم قبل أن يختم السيد السفير المغربي عمر هلال مستنكرا هل هذه هي الأخوة مآس عائلية كثيرة لا لشيء سوى انتقاما من المسيرة الخضراء شكرا على جميل الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر رب الحال لله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر